ولذا قال تعالى من يُطِع الرسول فقد أطاع الله وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته صلى الله عليه وسلم في أوامره وتصديقه في أخباره فإنه ما دام أننا نثبت أنه رسول الله فمعناه أن أمره إنما هو أمر الله فما جاءنا من الأوامر على لسان رسول الله فهو في الحقيقة أمر لله ولذا قال تعالى من يُطِع الرسول فقد أطاع الله وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وكذلك من مُكتضى هذا أن نُصدِّقه في أخباره بدون أي تردد أو أي شك فإن الله تعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا كان ما ياتي به وحي من عند الله لزمان يكون صدقا غير مخالف للحق والهدى ومن واجبه علينا صلى الله عليه وسلم أن نجتنب ما نهى عنه كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوها ومن حقه أن لا نعبد الله إلا بعبادة جاء بها هذا النبي لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة ومن هنا فإننا لا نقبل من أحد أن يأتي لنا بعبادة جديدة لم يشرعها هذا النبي الكريم ترجمة نانسي قنقر